أولاً صلاة الضحى سنة مؤكدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة يعني من باب الشكر لنعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله ومفاصل الإنسان 360 مفصلاً ومعنى ذلك أنه مطلوب منه كل يوم يصبح فيه مطلوب منه 360 صدقة ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات قال فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر الصدقة ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحة سبحان الله ركعة الضحة تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة وهذا يدل على العظيم فضلها وأجرها وثوابها وأيضا هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه مسلم يدل على أنه ينبغي المحافظة عليها وهذا هو القول الراجع أنه يحافظ عليها كل يوم تصلى كل يوم لأنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني مطلوب من ثلاثمائة وستون صدقة عن مفاصله معنى ذلك أنه مطلوب منه ثلاثمائة وستون صدقة ويجزئ عن هذه الثلاثمائة وستين ركعتان الضحة وهذا يدل على أنه ينبغي المحافظة عليها ولهذا قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فما أزال عليهم حتى أفارق الدنيا وذكر منها وركعتين الضحة